إلينا من جنوب لبنان كلودي أبي حنة مراسلة الغد كلودي تفضلي بالطبع كما تعلمين الإعلام الإسرائيلي تحدث عن سقوط صاروخ في الجليل الأعلى وكانت الإصابة لإسرائيليين أحدهم بحالة خطرة هل لديك مزيد من الأنباء بخصوص هذا الأمر؟ تفضلي إنها ليلة المسيارات الإنقضاضية هذا ما قام به حزب الله هذه الليلة حيث أطلق سربا من المسيارات الإنقضاضية التي تمكنت من أن تعبر وتجتاز منصات القبة الحديدية وتصل إلى أهداف بعيدة عن الحدود اللبنانية الفلسطينية بمسافة حوالي 30 كيلو مترا هذا الأمر حصل هذه الليلة لم تدوي أصوات الصواريخ كما درشت العادة حيث كان حزب الله يطلق صواريخ الكاتيوشة في ساعات الليل كما حصل بالأمس اليوم كانت هذه المسيارات الصامتة التي انطلقت بهذا الهجوم وقبل قليل أعلن حزب الله أن هذا الهجوم بالمسيارات الإنقضاضية طال قاعدة إليت هذه القاعدة المستحدثة كما جاء في بيان حزب الله إذن أمران يجدر التوقف عندهما في هذه العملية الليلية أن المسيارات تمكنت من العبور مسافة طويلة حوالي 30 كيلو مترا وأنها أصابت قاعدة مستحدثة أي أن حزب الله ماض قدما بأن يأتي بمعلومات عن الأماكن المستحدثة العسكرية لجيش الإسرائيلي وبحسب بيان حزب الله أن هذه المسيارات تمكنت من الوصول إلى أماكن الضباط في هذه القاعدة اللافت أنه ليس الرد المتوقع على ضربة الضاحية الجنوبية لبيروت هذه العملية التي أعلن عنها حزب الله قبل قليل هي تأتي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية في هذين اليومين الماضيين الاعتداء على حولة اليوم الاعتداء على دير سريان بالأمس والاعتداء على البزورية أيضا بالأمس هذه الاعتداءات الثلاث أوقعت عناصر في حزب الله أدت إلى سقوط أكثر من خمسة عناصر في دير سريان عنصر وشخص مدني في البزورية عنصر من حزب الله وفي حولة عنصرين من حزب الله إذن سقط خمسة قتلى نتيجة هذه الاعتداءات الإسرائيلية وحزب الله رد على هذه الاعتداءات بهذه المسيرات الإنقضاضية التي أطلقها هذه الليلة رد ورد فعل هو استهدف قاعدة عسكرية على غرار ما كان يقوم به طيلة الأيام الماضية لا زلنا في هذه العملية من ضمن قواعد الاشتباك بالنسبة إلى حزب الله هو يرد على عسكر يرد على عسكر ولكن الجديد أن هذه المسافة الطويلة التي تمكنت المسيرات من عبورها من الواضح أن مجاهدي حزب الله يستخدمون المناورات لكي يتمكنوا من أن يتجاوزوا منصات القبة الحديدية التي لا تتمكن من اعتراض غالبية المسيرات التي يطلقها حزب الله حيث تصل هذه المسيرات إلى أهدافها وتكون أهدافها أيضا بعيدة يعني مسافة طويلة حزب الله كان قد وزع إنفوغراف عن 300 يوم من الحرب من المواجهات الحدودية وقال أن المسافة الأبعد التي تمكن من الوصول إليها هي 35 كم هذه الليلة على مسافة 30 كم تمكنت المسيرات من العبور إلى داخل فلسطين المحتلة عملية لافتة هذه الليلة وهي تأتي ردا على الاعتداءات كما ذكرت اعتداء البزوري الذي لم يشن حزب الله أي عملية ردا عليه إلا هذه العملية الليلة أرادها أن تكون عملية واسعة للرد على ثلاثة اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عناصره ومجاهديه في المناطق الحدودية من جنوب لبنان ولكن هذا الأمر يدفع أيضا إلى المزيد من الانتظار المزيد من الترقب لما سيكون عليه رد حزب الله على ضربة الضاحية الشنوبية لبيروت يبدو أن هذا الرد لن يكون هذه الليلة وهذا الأمر يبقى مفتوحا لمعرفة ما هو هذا الرد النوعي الذي توعد به حزب الله علما أن مراقبين بدأوا يزيدون اعتقادهم بأن الرد النوعي الذي يسعى إليه حزب الله ويفتش عن هدفه أيضا يريد من خلاله أن يحقق عدم الانزلاق إلى الحرب الشاملة طبعا هذا الأمر يبقى رهن التطورات رهن الميدان ما يمكن أن تحققه هكذا عملية الانتظار السقيل يبقى هو السائد في هذه المرحلة القريبة وفي هذه الأيام القليلة المقبلة خصوصا أن الجميع يترقب أيضا كلمة لأميني عام حزب الله مساء السلساء المقبل مساء غد السلساء نعم كلودي نبقى معك في المشهد ونوضح أكثر وأكثر إذا أضفنا هذا الاستهداف في المناطق العسكرية ومن قبلها يوم أمس كان بيت هلل فنحن أمام ترسد جديد واستهداف وتحقيق للمعادلة التي وضعها حزب الله قبل أيام مدني أمام مدني وعسكري أمام عسكري بالطبع مع توسع لعمليات الاستهداف والمدى الذي يمكن أن تطاله هذه المسيرات أو الصواريخ إلى آخر من من هذا القالب الكبير ولكن نحن لسنا أمام رد صريح لاستهدافات الضحية والاختيالات التي تمت لعناصر من حزب الله نحن لسنا أمام ذلك لسنا أمام ذلك بالطبع اليوم هذه العملية هي رد على الاعتداءات هي عملية نوعية لعلها نوع من تجربة أيضا لحزب الله إذا ما أراد أن ينفذ ردا أكثر قوة وأكثر نوعية على ضربة الضاحية الجنوبية هو يوسع جغرافيا ولكن يبقى ضمن قواعد الاشتباك التي يلتزم هو بها ولا تلتزم بها إسرائيل عسكر مقابل عسكر هذا ما يسعى إليه حزب الله وهذا ما يريد أن يعود إليه للمحافظة على قواعد الاشتباك وللمحافظة على قوة الردع التي يتمتع بها ولكن من الواضح أن قوة الردع التي حاول حزب الله تخزينها والمحافظة عليها طيلة هذه الأشهر العشرة من المواجهات الحدودية تعرضت لنكسة كبيرة بهذه الاختيالات المستمرة والدامية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تكاد قوات الاحتلال أن تجد هدفا من أهداف حزب الله أي من عناصره من مجاهديه من ربما أشخاص يساعدونه لوجستيا أو من قادته إلا وتعمل قوات الاحتلال على الاستهداف المباشر بتقنية عالية وبجهوزية كاملة سواء في المناطق الحدودية أي في قطر خمسة كيلومترات وجنوب الليطاني أو في الشمال الليطاني أو في عمق بيروت أو في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت أو في عمق البقاع اللبناني هذا الأمر لا تلتزم إسرائيل بأي قاعدة من قواعد الاشتباك نرى أن حزب الله هو الذي يريد أن يعود إلى قواعد الاشتباك أقله حتى هذه الليلة وقبل أن يرد على ضربة الضاحية ولا يريد الانزلاق إلى ما هو أكبر من ذلك اليوم رأينا أن محطة للكهرباء اندلعت فيها النيران في بلدة الطيبة في المناطق الحدودية جنوب البنان هنا في القطاع الشرقي وبدأت الأخبار تتواتر عن أن إسرائيل استهدفت محطة الكهرباء لنرى أنه بعد وقت قصير كان هناك توضيح من أعلام حزب الله أن هذه المحطة لم تستهدف بشكل مباشر إنما كان هناك استهداف لبلدة قريبة منها بلدة رب 30 ونتيجة هذا الاستهداف حصل ماس كهربائي على هذه المحطة أدى إلى احتراقها وهذا الأمر يدفع إلى القول بأن حزب الله لا يريد أن يلجأ إلى التصعيد الكبير إلى التصعيد المباشر والسريع لذلك ما حصل في محطة كهرباء طيبة وهذا التوضيح والإصرار على التأكيد بأنها لم تستهدف مباشرة من قبل إسرائيل علما أن توضيحا أيضا صدر من الجانب الإسرائيلي قال بأن هذه المحطة لم تكن هي المستهدفة مباشرة من قبل الجيش الإسرائيلي هذا الأمر يعكس أن الجانبين لا يريدان المضية قدما في التصعيد إلا إذا تم الإنزلاق إلى ما هو أكبر من ذلك حتى الساعة هناك حبس أنفاس هناك نوع من ضبط لهذه الشبهة التي نترقب إذا ما كانت بالفعل ستنزلق إلى ما هو أكبر أم أنها ستبقى من ضمن ضربات قوية متباعدة في المناطق في الجغرافية هل سيتم إحداث ما هو أكبر من هذه المواجهات هذا الأمر يبقى رهن الترقب ولا يمكن حسم أي أمر يتعلق بهذه الشبهة إلا بمراقبة ما يحصل في الميدان الميدان حتى الآن يؤشر إلى أن حزب الله لا يزال من ضمن قواعد الاشتباك يقوم بدربات نوعية هو لا يزال من ضمن هذه القاعدة التي وضعها لنفسه منذ الثامن من أكتوبر إسرائيل هي من تقوم بهذه الاختيالات هي التي تصاعد لاحظت أنا في هذين اليومين الماضيين أن إسرائيل تقوم بتصعيد كبير من ناحية استهداف العناصر في حزب الله حتى أنها لو كان هذا العنصر مع مدنيين تعمد إلى استهدافه مع المدنيين هذا ما حصل في بلدة دير السريان رأينا أيضا في بيت ليف كان هناك جرحة أيضا من المدنيين إذن كان هناك دائما مع العناصر جرحة هذا الأمر إسرائيل هي التي تصاعد هي التي تتسعى إلى أن تنزلق ربما بهذه الشبهة وحزب الله لم يتضح بعد قراره النهائي في هذا المجال هل بالفعل هو يريد أن يوسع المعركة يوسع المواجهات للوصول إلى حرب واسعة هذا الأمر لم يتأكد لنا بحسب الميدان حتى الآن الميدان لم يؤكد ذلك حتى الآن لذلك ننتظر ما سيقبل به الميدان لنقرأ هذه الجبهة كيف تتطور وطبعا ننتظر ما سيقوله أمين عام حزب الله حسن نصر الله مساء غد الثلاثاء إذا ما كان سيكون خطابه واضحا لناحية المدي قدما في التصعيد أم أنه سينتظر هدفا معينا لكي ينقضى عليه ولكي يرد على ضربة الضاحية نعم